سعادة باستقبال الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ الأستاذ معزل الجودي سيد معزل صباح النور ومرحبا بك شكرا على ترمي دعو صحات ميحيش كبرك الله فيك الاستضافة وتحيري كل مستمعين برح نقرأه في إجارية صباح في الصفحة الثالثة اعتقدها والرابعة أنه فما فلوش جايتنا من عند لا في ميه صندوق النقد الدولي أنا فهمت أنها كينها نوعا من الأرباح ولا حاجة هل صحيح ساعة هات هل فهم فلوس جايتنا قداش هالفلوس هذي واشنين تقنيا معناها تكنيكمان بلغة كومنتوما الاقتصادية شنين الفلوس اللي جايت والله صحيح حسب المعلومات الموجودة والمحينة على موقع صندوق النقد الدولي فما منحة بشتتعطال تونس قربة 700 مليون دولار معندها مبلغ محترم ومبلغ كما يقولوا جانا بسماء في الوقت هذي المبلغ هذي هو إعادة توزيع معناتها مستحقات متاع البلدين اللي هي أعضاء في صندوق نقد الدولي صندوق نقد الدولي تعرف فما بلدين عندها حسابات فيه وكل بلاد معناتها تحط فلوس عن صندوق نقد الدولي وبعد تخوهم صفاهم دو كريدي كما أنا مثلا والمواطن عادي يسمع فينا يحط ديبو درجان في البنكة معنات عنده فلوس يجيوه شهريتو مثلا يحطها في البنكة يعندو كونت بانكير وبعد فهم يطلب كريدي من عند البنكة يطلب كريدي أخرى مش بلاسمون معناتها ديسبونليتي فلوس موجودة حساب جيري فهم دي حاطت فيه فلوس وبعد البنكة كترها قاعد يخدم معها فهمتي ويدور معها كما نقولون نحنا بالعامية تولي تعطيه كريدي فهمتي وقت اللي يطلب الكريدي هذيك نحنا هكيك نخدم مع صندوق نقد الدولي عند الحق في كريدي معتها أن كوتا فهمتي معتها يقع منحو التونس وبلدين أخرى حسب مؤشرات حسب معطيات حسب حجم البلاد حسب حاجياتها في الحكاية هذه حكاية أخرى هذه معناتها الصندوق نقد الدولي يعطي فلوس في العالم معناتها كريديات وفي وقت من الأوقات وقت اللي تم فهمها أزمات كما الأزمة الحالية هذه تتعطيه فلوس أكثر من لازم باش ما يبركش الاقتصاد العالمي وبعد في وقت اللي الأزمة تبدأ تنقص بشوية بشوية ونبدو نخرجو منها يشوف صندوق نقد الدولي لكمية متاع الأموال المداولة في العالم باش ما نصير انفلاسيون باش ما نصير معانتها كما يقولوا ديزيكيليبر على التوازن ما بين طاقة انتاجية متاع الاقتصادات في العالم وما بين الفلوس الموجودة والمداولة دونك يعمل هو إليبانج معانتها كما يقولوا يجبدي مصق البرتي الزايدة هذيكا دونك هذيكا قاعد عاملوا صندوق نقد الدولي تقنيا معانتها يشوف انه فما سيربلوم تاع فلوس لازم يتسحب معانتها على المستوى العالم ويقع إعادة كما يقولوا مع توزيعه على بلدان اللي هي عندها احتياجات بحكم اقتصاد هيتعادة ولا يمر بمرة مرحلة صعبة ولازم انجكسيون دونك فيه بالشكل الاقتصاد يتناوش جينا فكليستا هذيكا نحنا متاع صندوق نقد الدولي هذو ما معانت هذه عملة يتعامل بها صندوق نقد الدولي معانتها 700 مليون مايو عادة 700 مليون دولار حاجة باهية أما ماذا بنا نستغلهم في حاجات وفي نفقات تنفع مش في نفقات معانتها ترسينا بعض المولو فيهم بكريديت أخرين حوالي قديش عملتنا معانا قرابة توق نشوف خطفة مادة كوميسيون بيش تتعطاهم معانتي تخوم الفلوسات ما تسحبهم ما تدفع معانتها كما يقولوا عمولات تحسب العملية بكلها بشكل حكيات 1.7 مليار دينار اللي هو مبلغ محترم معانتهم مسحقينوا في الفترة هذه مسحقينوا في الفترة هذه ما هي الفترة اللي نعيش فيها الآن ما هو حوالنا اقتصاديا وماليا معانا قراءتكم كخباراء انتوما فسروا نبستونا للمواطن تونسي الوضعية الحقيقية اللي قاعدين نعيشوا فيها والله السيحات مش بدالك من الأخر معانتها دوزين كانزين كانت كما يقولوا معانتها فترة صعبة للغاية في تاريخ تونس ما مرنناش في فترة فترة كينا في الصعبة ممكنش في ثمانينات فترة معانتها وقبل الباس ووصلت وقت تونس الى وضعية صعبة للغاية هذيك تورجعنا لها يمكن أصعب من قبل شنية معانت الوضعية هذية انو ولينا نتسلفوا من الداخل بش راجعوا كريديات واخذينهم من الخارج فهمت والسلف اللي يقع من الداخل يقع بنسبة فايدة أعلى معانتها من نسبة فايدة الخلينا بها الكريدي في الأصل وهذه شفناها مرتين معانتها في ظرف جمعتين زوسترجاعات قويين خمسمائة مليون جويلة وقود جويلة واحدة جويلة والاخرى خمسة أود فهمت هذيك كيف تصير العملية تصير العملية انو معانتها الدولة تتسلف من السوق الداخلية معانتها تجبدك الفلوس من الداخل في الداخل نحن باش نمولوا الاستثمار ونمولوا الاستهلاك اللي هم محركات نمو اقتصادي تجبدهم كل فلوس هذيكما بعد تحولهم عن طريق احتياط العملية الصعبة مثل البنك المركزي اللي يقع استنزفه كل مرة وحاش نبين نحن باش نمولوا التوريد المواد الأساسية متع الدويات متع التلاقيح متع حاجد كما هكاية يقع استنزف العملية الصعبة ورجحها معانتها للناس لقد استنزفنا فلوس مرشي فينسي انترناسيونال ومعانتها هيئات منحة اخرى السلف يقع في المدى الأخيرة وقع بسة فصل خمسة فلسمية وقتلي الكريدي يخذني 22.5% والترجيع من السلف ما يعملون هو يعني ساندة خزينة على المدى القاسية وقتل شهر ثلاثة شهر في شهر اكتوبر نعود ونرجع ونرجع مرة أخرى لوجع الفلوس أخرين حقيقة العملية هذه في الاقتصاد يسميها أفا بولدوناج كورد ثلج تكبر 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 للي تولي لك مع أنتا فالعنش وترحل لك ببلاد كاملة فهمت هذيش نحن قاعدين نقوله ونطلقوا في صفارة الأنظار نقولوا ما نجموش معاش نجمو نواصلوا بالطريقة هذي فلوس الفامي اللي بدنا بيهم هذوم السبعمائة مليون دولار لجو مرحبا بيهم يمكن يعطيك معنا كيمي يقولوا هكا شوي أكسيجين لكن في مرحلة اللي فيها تغيير سياسي كبير ياسر ماذا بينا يكون معها تغيير اقتصادي عليش وصلنا لهذا هل لأنه تخنى في حتى إصلاح من ناحية ومن ناحية ثانية نفقات العمومية أعلى من المداخل الجبائية ولا من مداخل الدولة بشكل نعم ولا عليش وصلنا سؤال وجيه معنا تبش نفهم الحلول لازم نفهم الأسباب وصلنا على خطر حكومات متتالية منذ 2011 لا لديهم رؤية واضحة منها الحكومة تيري توري تحت ما فماش كما يقولوا برنامج عمل ما فماش رؤية ما فماش إصلاحات يقع برمجتها والعمل بها شفتوا إلى إحر لحظة ما صار حتى إصلاحهم فانت كونت معتا أعنوا على برشة إصلاحات لكن ما صاروش ما فماش كفاءات غابت الكفاءات معتا على المستوى الاقتصادي قبل في تونس كانت عنا في كل حكومة موجودين معاشنا القاوم في الحكومات معتا ناس توجه اقتصاديا لبلاد معاشنا القاوم فما فماش استاباليتي فما فماش استقرار وما فماش زادة كما يقولوا مورونا في أخذ القرارات معتا بشتخوا قرار توبيعي توريز جمهورية كي يجمد البرلمان لازم إعادة نظر في حكاية البرلمان وكيفاش الرول متاع وانسيتسويت خاطر البرلمان البرلمانات اللي شوفناها ما دوم الكلام يعطلوا معتا العملية الاقتصادية وشوفنا حتى برلمانات والاخراني هذي يقعد للك القانون ذاك إعادة التنشيط اللي فيه وعليه معناتها التنشيط اللي أنا نعاش الاقتصادي معتا برلمان نقولوها كان متواطئ مع لوبيات ومع جهات نفذة بش يمشي لهم فيهوا معتا القانون هذاكا فيه جانب كبيرية صحيح تبيض أموال يجي شي منه معتا برلمان معتا برلمان شعب يستفيق به يولي يشرع له في قوانين متاع تبيض أموال معتا هذا الكله عطل الاقتصاد هذا الكله خلانا معتا في وضعيات المؤسسات العمومية اللي من دورها هنا بشتعاون الدولة نلقواها عب على الدولة المؤسسات العمومية اللي من دورها بش التونسي يستفيد منها كما يقولوا المؤسسة عمومية مؤسسة تونسة ولا أصبحت عبء على تونسي عبء على تونسي ولا أصبح فيها فساد معتها مساشري بصيفة كبيرة شفتوا معتها شركة فوسفات قفسة وهذا يراه وأسمع مش حتى بعد 25 جوليا واحد من الناس أنا قلت عليه من القبل وحذرت حاتم وحتى عندك أنت هنا قلت راه هدايا مش معقول أنه عنه إنتاج متاع فوسفات اللي هو كان يجيبنا في 4.5 مليار دينار رقم وعاملات كل ننجو في 8 مليون طن معتها في 2010 نولي ننجو في 2.5 مليون طن بالسيف وبالروح وفمتي شركة معناتها ولا فمتي كل واحد جابت منها طرف ومعاتش عندها حوكمة ومعاتش عندها ناس يشرفوا عليها وعندهم مسؤولية أصرف أصرف دخل دخل الانتاج ينقص ومبعت رسينا فمتي في شركات كما ذي نورمو ربحة تولي خاسرة وتولي الكونتخيبيوابل معتها دافعي الضرائب هما يدفعوا عليهم وعليش على خطر ترقى ناس متنفذين فهمتي يدخلك يولي لك بعد قدم روح الانتخابات يتعدى لكنايب فهمت وهو عطب شحمي مصالح ومصالحه شخصية اللي هي تضرب المسلحة الوطنية وضرب مؤسسة هذي وبرشة مؤسسة عمومية تضرت لو نحنا فهم كلمة من الدولة سيحات مكنا سمعتها اقتصاد الرائعي اقتصاد الرائعي معتالي كوني ديرانت أن يقول لك فهم ناس عندهم ديرانت فانت قاعدين يستنفعوا بهم عائلات نافدة في تونس راهوا الاقتصاد الرائعي صحيح موجود في القطاع الخاص لكن موجود في القطاع العام فهمشكون عندهم ديرانت في القطاع العام في الفوسفات في النقل في النقل الجوي في مجالات في الأبرات فهم الناس عندهم ديرانت وذلكم ما يحبوا يستحفظوا عليهم المؤسسة العمومية تبرك تفلس تسجل معناتها خسائر كبيرة ياسر المواطنين يدفعوا من جيبوا نزيدوا في الذرقة بشأن نغطيهم مع تقسائر المؤسسة العمومية مهم همش الناس عندهم معي سابات عندهم ديرانت يحبوا يحافظوا عليهم هذا لازم الحارب رئيس الجمهورية توا بالتماشي جديد كان يحطي حارب لإيكونومي ديرانت كما يلزم مع القاعدة صحيحة وفهمتني يحاول معلتها يخلي أكثر توازن ويحافظ على الملك العام ويحافظ على مردوة المؤسسات طول الأمور وفهمتني يتمشي خير سيدة رئيس الجمهورية طلب بشكل ودي نقول مش بقانون ولا بعمر طلب من الفاعلين البنكيين مش نقصوا في العمولة البنكية ورينة كونه عاية للفاعلين هدوما في اجتماع وطلب منهم هذا ننظر ذلك الحين إلى الآن أنا ما شفتش هل شفت أنت حضرتك الخبير المالي والاقتصادي صارت مبادرات في هذا الاتجاه ونبقى الحال على ما هو عليه هو صحيح سيد رئيس جمهورية طلب من الفاعلين البنكيين بشي نقصوا في نسبة الفايدة المطبقة على الحرفاء وعلى المواطنين وكذلك طلب حتى من رئيس مدير عام مثلا شركة السناد من تعلما بشي نقص في سر الماء نحب نرجع لزوز أمثلة هدو ما خاطر أمثلة مهمين نسبة الفايدة يقع تحديدها من طرف البنك المركزي سميوها نسبة الفايدة المديرية نسبة الفايدة المديرية المجلس الإدارة عنده صلوحيات بشي حدد التو ديريكتور وبعض التيميم البنوك كل يوم البنوك في بعضها تشري وتبيع الفلوس مثلا بانكة الفلانية تشري من عند البنكة الفلانية والأخرى ترجع لها والأخرى تشري من عندها والأخرى تعطيها الفاقد اللي عندها وهنا سيد سويت هذي كاف كن معاملات البنوك فما تو يتحدد مبيناتهم اللي هو نسبة السوق النقدي اللي هي عندها ريفيرانس لنسبة الفايدة المديرية لكن حسب المعاملات في البنوك في بعضها تتحدد تيميم تيميميم تتحدد عند البنوك أما المرجع الأساسي هو نسبة الفايدة المديرية وبعد تيميميم ما يقال هنا البنك المركز يخلقونها تيميميم 6 فاصل كذا هذي كالنسبة معنات السوق النقدية المعاملات متع البنوك قديش الفلوس تسوى معنات هو المعاملات المرجع الأساسي هو نسبة الفايدة المديرية البنك المركزي هو اللي حدد والبنك المركزي كيفاش يحدد يحدد سويفون الوضعية متاع البلادي ده هو يراه فما تدخم مالي مثلا وانتوا فما تدخم مالي رأو كان زيد تدخم مالي طلع دوك تدخم مالي يقول لك انا لازم ينغلي في سوم الفلوس باش الطلب ينقص باش معادش الفلوس تداول معتها بطريقة احنا ستة فاصل خمسة وعشرين ولا خمسة وعشرين فاصل اربعة طلع تقريبا في المدة الاخيرة التدخم مالي نذكر انه ما لازم شفوت ثلاثة في المية نحن في ستة توفق ستة في المية والتي امام قديش والتي امام ستة فاصل خمسة وعشرين تقريبا دونك اليوم اللي قاعد ساير انه الحاصل انه هذي البنك المركزي يطلب منه سيد رئيس جمهوري اول حاجة سيد رئيس جمهوري يجب يعرف اللي انه البنك المركزي هو اللي حدد نسبة الفايدة المدرية مش البنوك هذي حاجة اللولى دونك طلب يقع من سيد محافظ البنك المركزي اللي هو لازم يمشي يعلم المجلس الادارة مجلس الادارة متاع البنك المركز يبدو من الجمشي غامر بخفض معنتها نسبة الفايدة المدرية بدون تحسن في بعض المؤشرات اللي هو يخون مع الاعتبار في تحديد وتحيين نسبة الفايدة المدرية منها التدخم المالي هو التوجيشي منه التدخم مالي موجود وهو يهبط في نسبة الفايدة المدرية اللهم فما حكومة وفما برنامج عمل جديد انتي تحب تعطي انسينيال بوزيتيف تهبط في التو بيش تحرك الاستثمار وتحرك النمو الاقتصادي هذا ما زال ما هوش موجود إذن ما صارش التخفيض ما صارش تخفيض أو بالعكس معنته هو عمل المجلس الادارة ببنك المركزي بعض اللقاء ذلك مع الجمهورية والمجلس الادارة متاع البنك المركزي يرى انه لتو يستيء انشانجي ما يتبدلش في المدى هذا يمكن يزيد فيه في المدى القادم يمكن نشوفوا الانفلاسيون قاعدة تطلع نفس الشيء بالنسبة حبيدنا كمالك الانفلاسيون بتاع السوند معناتها ابقالي في البنكة تنجيك للسوند ابقالي في حاجة اخرى طلبها ليس العمولة البنكية الفريد تونوت كونت والفري على كل معناها خدمة بنكية يجبنا نخفض فيها شوي لانا عليت على المواطن خاصة الشهار ما صارش فيها يدولي تخفيض هذيك والله صحيح نحنا المشكل اللي عنا في تونس أنه فما برشا بونوك والله وموجودين معناتها 24 بنكة تقريبا في بلاد فيها 12 مليون ساكن المغرب مثلا 37 مليون ساكن وعندهم يمكن حداش من بنك معناتها اشتر متاعنا نحنا عنا برشا بونوك البونوك هذه مش قادة نفس في نفسها ما بين بعضهم كما يلزم لا لا منسقين ما بينتها بعضهم مش نفس منسقين من خلال الجمعية ولا من خلال هيكل ما هي مناشت ما عندوش لانبغاديوشوها ما مضغوط عليه كما يقولو حتى البونوك العومية يمشي البونوك العومية في بالو بشي تحولو في الكميسيون أو أقل حتى البونوك العومية ولا هوا كميسيون متاعهم في متاعين دونك المواطن متضرر ما الحكاية هذه مواطن المؤسسة الاقتصادية زادة دونك البونوك عندهم دي مارش دو مانوفر هنا بشي نقصوا شوية في العمولات متاحهم هذا ممكن عند البونوك تبقى هم أبيضهم يقولك رهو الشيء مفروض علينا من عند البنك المركزي كل خطوة نعملها رأوا بحسابها واضح بعد دعوة سعيد إلى الحط من نسبة الفائدة مداخيل القطاع البنكي في بورس تونس تقفز إلى 3582 مليون دينار شو معناها هذا يفسر هنا معنات المرأة هذا كما فما مؤسسة المدرجة البنكية والمالية في البورس تونس يظهر لي سمسترية لذلك المرأة بيح متاحهم فهمتني المداخيل بيطول ليروفونيو متاحهم فالسوم هذا في المبلغ هذا هو رأوا مش التوابر الشعبات يسخلوا البنك لكلها ربحة فما بنك ربحة فما عشرة بنك ربحة في تونس الباقي يكون هم مش ربحين رأوا كتر يربح بانك أنا راني ضدك الفكرة متاع عليش يربح في الفلوس ولا عليش يسجل في مرابيح كبيرة ياسر إذا هو يربح رأوا الدولة بشتقصم معه ورأوا أعلى نسبة في اليس معتها الضرائب على المرابيح عند البنك معتها متبقى عند البنك تقريبا أكثر من 40% تأخوهم الدولة معتها كلما البنك تربح كلما البنك تجبت كلما الدولة تعود تراجع على الفلوس تبقى البنك تربح على حساب الخدمات المتوفرة على حساب المواطن على حساب المؤسسات هذه وقتها الأمور ما تبدأش معتها إيجابية هذيك لازم الضغط بش هالمعاملة تدية ولا العمولة تدية تكون أقل كلفة لكن البنك الحمد لله سيديهم ربحين ونحبوهم ربحين لا نشر ربحين لأن دورهم اقتصادي نعرفه والمواطن يستفيد من الأداءات المفروضة الأداءات يستفيد وإذا أنت سيحاتم باش تشجع معتها مستثمر الفي اقتصادي باش يستثمر لازم تخليه للا perspektيف متاع الربح واضح ما كانش كان مش نحي للا perspektيف هذه ولي معادشي ناجم هو لا تشجعش على الاستثمار يأخذ بلو غيسك فهمت أنا مع الربح لكن الربح لازم يكون صحي ما هوش قايم على المضاربة ما هوش قايم على الاحتكار ما هوش قايم على الاستغلال معتها للمواطن وللمؤسس وكذلك الربح زادة يدفع عليه ضرق واضح باش نخرج نغم ونرجع عن بعد جاوبنا الأستاذ معزل جودي على التخفيص في سعر الماء في فتورة السنات يجاوبنا عليش هالتأخير في شهاري المواطفي يجاوبنا أيضا عليش هال أسواق الموازية والبارونات تحاوس عندهم العملة الصعبة والفلوس بالبالات ولا تحسب بالميزان يظل يوزنوا فيها مهاش في البنوك يجاوبنا على التخفيض من الأسعار وعلى أيضا هال لم نستي في سكال الصلحة أو الصلح اللاجبية لم نستي يحللنا مشكلتنا الآن وهو نجم يمنعنا شوية ويدخل فلوس للبلاد ويعمل رولانس ايكوناميك اللي حاشنا بها ابقوا معنا حضور الخبير المالي والاقتصادي وتحدثنا على طلب سيد رئيس الجمهورية من الصنات باش تخافظ في المي زادة كيف كيف مانتش تخفيض في الفاتورة متع المي ولا فماش اعلان في التخفيض متع الفاتورة متع المي وقلت عنك ما توضح لاني صحيح صحيح حبيت نجيس نعطيك رقم موحين هو متع التامام نحنا كنا 6.25 في الشهر اللي فات جمعه كنا 6.26 أفريل ومي 6.25 الرقم الموحين جديد هو 6.29 مع تهر التامام قاعد يطلع 6.29 هو التامام متع للوقت الحالي مع تهر بعض طلب رئيس الجمهورية التامام نشوفه في اخر شهر لهذا انو طلع خطر هذيك السوق يحكم فيه فمعرض فمطلب مش فمالفك 6.25 ايه هذي كالرفيرنس ريفيرنس امي نجمي تزيد دي بوا هو 6.29 يمشي هذي الأحكام والميكانيزمات كما يقولوا لازم رئيس الجمهورية يفهمهم مش هذي يدخل في الدتاي التكنيك متاحهم لكن يفهم انو الامور مش بالعصة السحرية متجمش انتي مثلا تجي للسونات تقولها نقص في سوم الماء على خاطر السونات اليوم راهو في وضعية مالية صعبة للغاية وراه الروفنو الوحيد متاحها جاي من سعر الماء وراه كمبراتيف من البرشة بلدان في العالم وحتى في فريقيا وبلدان العالم العربي الماء متاعنا من أرخص الماء المفاكتر معنا تعالى المواطن ادخل الكاليتين ما هي شباية وكل شي نعطيك وذني هذي لازم نعالجوه لكن اليوم السونات مش في امكانيتها انها بش نقص في الماء لأنو لكن في امكانيتها كان مسؤولين على السونات ووزارة الفلاحة والناس اللي قاعدة تشرف الجمهورية أنوا لقوا الحلول عنا الخبراء عنا الكوادر ما شكوش فيهم أستاذ معزل جودي ما يجيبوناش حلول معينة في التامام في العمولة بنكية في تقليص من سعر الماء يا سيدي مش المواجهة للصناعي ولا المواجهة اللي عبي به البيسين متاعه الماء متاعه لا لا مواجهة لك الزواولة صحيح هو الشكال اللي صار في العوام الأخرة خاصة في السيجو وفي السونات شركت هذي يراهو لازم دي ما تستثمر باش تكبر في الرزو متاحها وتعمل منتنانس وتحسن في الأداء متاحها اللي صار عشرة سين هذوما أنو السيجو وصنات ماستثمروش الفلوس الكلها مشات انتدابات ومشات أجور ومشات معنتها كيم يقولوا دي سوبونسيون ومصاريف ما نفعتش التطور متاع شركت هذوما يلقى روح مشركت هذوما اذيك رزو فيتوست كو سسوا بور لاستيك ولا السونات ما تطوروش في الخدمات متاحهم في الأداء متاحهم في الكاليتين متاحهم ومن شيرها الأخرى مضغوط عليهم من طرف الحكومات المتتالية باش ما يزيدوش في الظو في الماء على خاطر انفلاسيون وخاطر المواطنية شفعة وخاطر الشركات وكل شيء دونك القول ويحم هم هم ما شصير لهم في الزيكي ليبر فينانسي المتاحهم بخاطر المهم إلا شركات ما مش إدارات هدوما معتها فما فرق وليزم يعرف المواطن فما فرق ما بين إدارة العومية والشركة العومية الشركة العومية هي أنتيتي إيكوناميك معتها هي كما يقولون عندها إطار اقتصادي تنشط فيه وعندها موازنة موازنة بلان معتها فما في خلال عام ما لازمش تكون ربحة هذك الهدف الأساسي بتاع الشركة العومية مش هذك معتها الهدف الأول لازم تخلط لذي كيليبر متاحها لكن في نفس الوقت ما لازمش تكون خاسرة برشة هي دورها الوطني والاجتماعي تقوم به تعمل دورها الوطني والاجتماعي لأنها شركة متاع الدولة شركة متاع التوانسة هذا هو أنا نعتقد استثمار رائع جدا لقاعد يعمل لها في كيليبر هي استيق انترناسونال هي موازنة من قبلها في الخدمات متاحها وبالعكس هذه حاجة باية تطويرك لكن المشكلة متاع استيق معتها ما خلتش لسورس والانيرجي متاعنا يكونوا متنوعين ما عملتش كنا بال اميكس انيرجيتيك معتها نحن أكثر من 90% من الطاقة ضوئية معتها الضوء متاعنا يجي من الغاز وقت اللي يفهم دوتر سورس وفهم شكون معطل وعننا قوانين في الطاقات المتجدة وما همش قاعدين معتها ماشيين الطاقات المتجدة وعننا نحن الشمسة كتشوفوا في الصخانة تولا يمتها الضوما نرمال ماو في امتيرانا نعملوا أكثر على الطاقة الشمسية والطاقة المتجدة هذا ما هوش حاصل على خط الاستثمارات ما وقعوش في المجال هذي نفس الشي بالنسبة للسونت هذيك عليش انت سيد رئيس جمهورية كتطلب منه بيتجين بتاع سونت بشي نقص في سعر الماء راهوا ما هوش ممكن هو هو يمكن باستحباب يقول لك اي امراه هذيك بيجتهز شركة الاكثر مع انتها خسائر واللي هي بيجتكبدوا الميزانية بتاع الدولة هو انا نقول يا سيد نحول هذا الى طلب اقتراحات في هذا الموضوع نشوفوا آليات بالضبط نتعمق في الاسلاح في خصوص هل ماء المدعم من ترف الدولة لأنه الماء اللي نشيروا فيه أرخص ماء احنا يمكن أرخص وحود فيه مدعم من ترف المجموعة الوطنية لكن هؤلاء ليس منش المسحقية صحيح فما هذيك تجاوزات موجودين موجودين نقدم شوية التوانسة والتي دي على قلوبها وتسل ووريتها كالخزينة العامة ولا يثبته يدخلوا على الانترنت قد اشفهم فلوس الشاري قعدت واخر وقعدين يراه ولا لا يقدر ولا يورينا ما يحدث في لبنان اللي واحدين مش فيش بد شاريته ما يعطيهوش ما عناش فلوس خذ ماء وعادل مئة دولار ميذيل صحيح شنوني ساير بالضبط في خصوص شهاري توازهو هل بشي يبقاوي واخره ولا بشي تحلل أزمة بعد الفلوس اللي جيتنا بصدق وناخدد دولي وبعد ما خلصنا ديون نحنا قلنا هالحكاية ذالي نعوية محذرنا ملازمش مليش نحب نحبش نخوف الشهار ولا المواطن نرهو ملازمش المواطن يظن أنه شهرية معانتها مضمونة حياته كاملة وما فهم حتى خوف عليه هكشوفتو انت عطيت تقزام بتاع لبنان وقبلها اليونان نحنا علش نتكلمو نتكلمو بش نحذروا بش منوصلوش للمواصل هذيك لقدر الله معانتها سيناري اللي والي 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 اللبناني كارثي بيتم على الكلمة اليوم في بالك اللبناني معتقاعد يصرف خمسة مرات قيمة شهرية ومتاعه كوفير وزيد تغرق فيه في الديون بش ينجم يعيش خطر شهريته وحدها ما تكفيش بالانفلاسيون موجودة هذا ما نزمنش نوصلوله في تونس هذيك عليش نحنا نشقلنا قلنا راه الشهاري معانتها حسب الامكانيات متاع موارد الدولة انت الدولة تنجم الدور وتنجم تخدم ب450 ألف موظف تخدم فيها ب700 ألف موظف وانت ما تخلق في النمو الاقتصادية والاستثمار ما هوش موجود ومناخ أعمال سيئ وليجيبشي استثمار في تونس يبطل كوستسوات تونسي ولا مواطن أجنبي دونك هنا ممش تجيب الفلوس بش تكمل تخلص هالشهري هذوم اليوم 1.66 مليار دينار شهرين أجور في تونس 1.66 مليار دينار هذا حجم الأجور 21 مليار دينار على عام كامل معانتها الميزانية معانتها أجور بالكمية هذية قديش عانا في الوظيفة العمومية 700 ألف 700 ألف ليدارة العوامية من غير ما تحسب مؤسسة العوامية يزيد عليهم مؤسسة العوامية 187 ألف تقريبا معانتها قربت بشوصلوا المليون الموظف معانتها في القريب العاجل في الأفاق للجيين كمش نكملوها كي معانتها اليوم أنا مش نحب نضرد الموظفين أما اندراه فما إمكانيات وموارد تسمح بش نخدم أنا مليون موظف ولا لا خطروا بعض نغرق في الديفيسيت ونغرق في الجون وترسيل إنساسي كما قاعدين نعملوا معانتها في المدة الأخيرة وفي العوام الأخيرة وتشوفوا معانتها كيفاش كل مرة يجينا واحد وانا نمشي بودان الخليج وانا نمشي والأمريكان وانا نمشي والفرنسيس أعطيونا 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 هما فدوا معانتها ولو يحشبوا منها خطر يقول لك بش نعطيهم إلى أي معانتها مدى والفلوس ماشية تقولش عليها فما كي هكا البلاعة تشبت فيهم الفلوس كل مرة فين تصبوا وانا نوحشنا بفلوس أخرين تفضلوا صلحوا اقتصادكم أعنوا الإصلاحات اللازمة أخلقوا أكثر توازنات بش كي نعطيوكم يمشيوا الفلوساتكم في الاستثمار وفي التنمية الوضاية اللي نعيشها الآن هي وضاية استثنائية ومزال وفناشن يو وسيد ريسل الجمهورية مزال محطة حكومة ومزال ما نعرفوش هل بش يمدد في الشهر الاستثنائي والإجراءات الاستثنائية ولا ليه هل عندها انعكاس هي الأخرى على الوضعية المالية والاقتصادية هذه الحالة الاستثنائية وجو المطلوب من سيد ريسل الجمهورية لمعالج هذا الدائع الاقتصادي والمالي قاعدة استفحل صحيح هو راهو في الاقتصاد فما قاعدة أساسية هي الثقة عمل الثقة إذا الثقة لا موجودة الاقتصاد عمره ملجم يدور الذي غاية في تونس هو عمل الثقة رئيس جمهورية يجب أن يركز على حاشلين بما أنه هو الحاكم يجب أن يركز الحاكم الأساسي يجب أن يركز على عمل الثقة وعمل الاستثنائية هو الحاكم هو رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية مش موجودة معلق نشاطة وهو رئيس الجمهورية وكل الصلاة تفيد ويشتغل بالقوام هذا هو فبالتالي إذا كان في محل بش نطلبوها الآن مانيش نطلبوه من حكم ولماش نوبشعة مانيش نطلبوه من سيد رئيس الجمهورية هذا شي يجبنا نقوله ونطلبوه من سيد رئيس الجمهورية بش نمنع من هذه الوضعية الاقتصادية والمالية وهل الوضع الاستثنائيسي معز جودي عنده نعكاس عليها ولا لا في المدة الأخيرة كانت بعت الأحديث في أمريكا جو بايدن رئيس أمريكي جديد وحطوا في البرنامج متاعه وقال أنا أزمة معتها صحية والاقتصادية وكل شيء لازمنا نحضره لبريكريز وأنا عندي برنامج متع استثمارات عمومية يقدر بخمسمائة وخمسين مليار دولار بش نبدل الكياسات والقناتر وبش نبدل نفخص وتشيغ البنية التحتية لكلها متع أمريكي والبرنامج هذا يتناقش في الكونغرس الأمريكاني وتوى حسب المعلومات التي عندي معتها متوافقين عليه كوستسوري ديموكرات ولا النواب الجمهورين عليش أتيتك الأمريكي بش نوريك كيفاش رئيس جمهورية يبدأ عنده رؤية يبدأ عنده برنامج يبدأ عنده أفاق يبدأ عنده ألياد بش يحكم به ما يخليش الأمور في الضبابة قلم هاو أنا كيفاش في نعم الرلانس أنا بش نحرك لإستثمار العمومي الإستثمار العمومي هذكا بش يخلق معتها الديناميكية جيدة في الإستثمار الخاص هذا التمشي به دونك رئيس جمهورية لازم يعطي للا فمت يعطي ديركسيون يقول مثلا أنا هاوف بش نهز البلاد اقتصادين ومالين يزين من شيطان أنت رجال العمال سيد الرئيس راه صحيح فما رجال العمال وقلناها لحكي هذا وحسبوهم وذكاش مطلبين ديس الكل نحسبوهم آما منشيطنوش رأس المال ومنشيطنوش رجال العمال كل خطر حاش تكبيهم هذا ما بش يستثمروا ونحن في تونس له اقتصاد على شون قايم قايم على نسيج من المؤسسات صغرية متوسطة ما يعبر عنهم بالتبيو والتبيمي والتخيب بوتيت انترابريز والتخيب بوتيت ماين انترابريز هذا ما سيد الرئيس كان ما تعطيهمش كلمة متعثيقة كان انتي ما تشجحهمش كان ما تمشيش تزورهم يزينهم من الزيارات متع حاجات اللي هي ما هيش في العمق الاقتصاد التونس امشي زور المعامل التونس امشي طمنهم امشي رؤساء المؤسسات امشي للبيمي اللي في داخل الجمهورية في عمق الجمهورية في ارض مسيبة ترقى عامل معمل ويجيوا مساكننا بأي طريقة كل عمال بش يخدموا امشي لهم هذوكما وشجحهم خطر بالاستثمار الاقتصاد يعاود معناتها يدخل في ديناميكة جديدة والاستثمار يجي بثيقة كي انتي المستثمر والفعل والخدام يرأى انه الرئيس الجمهورية عاتي قيمة للاقتصاد وانه مشي شجع الاقتصاد وانه مش قادي يشيطن في المستثمرين وفي الفعل الاقتصادي وقتها هم يتشجعوا ويستثمروا المسالحة الجزائية اللي طلبها سيد رئيس الجمهورية هل هي الحل للمشي الامنسي المسالحة او الصلحة العفوة اللاجيبي العفوة جيبي العام انهو الاتراهي نجم يكون الحل الاساسي لكي نقوم بعمل هذه الولانسية ايكونامية هالفكرة سيد رئيس جمهورية 460 رجل اعمال حسب رئيس 460 رجل اعمال 64 ملف مع تفهم رجل اعمال 10 او 15 ملف لازم يقع تحيين المعلومة هذه في نفس الوقت انه فما ملفات تتحلوا وقضايا وهوك الحكاية متاحة منشورة وفما لي دفعها وفما لي مرقوا علي حد شيء لازم نحينوا الحكاية هذي وباش تهز انت ماذا تقول هذي يا رجل اعمال افسد واحد باش نهزوا الافقر معتمدية هل يعقل هاذ هو ديجا باش تحرقوا انت كتقول هاذا افسد واحد ما عانت حتى هو ما عاش تقوم له قايم وحتى بانكا ما عاش تسالف قدر بشي تعرف هو كي باش تهزوا انت الافقر معتمدية بشي عارفوه شكونوا وقالي بشي ساتمر الغات والاستثمارها وسيد رئيس ما يقعش هكاكة معانتها لازم فما برنامج فما لازم الدولة تعطي برنامج استثمار متاحها وتعطي كل جهة اش لازمها الاستشارات تقع على مستوى الجهات بيانسور لكن الدولة هي اللي تبلور هالبرامج هذو ما باش نعرف البلاد في الماشية ووقت الاستثمار يسير دونك انا حاس باعتقادي انه راهو سيد الرئيس الفاعل الاقتصادي كيتخلق له انت المناخ كيتحسن له في البنية التحتية كيتعطيه جيباية تشجع المشكلة كبيرة يسر سياحاتنا من الجيباية متاعنا الجيباية متاعنا راهو نحسبو فيهم راهو في العوام مادومة في القوانين المالية قربت سبعمائة من حكم جيباية مع تفهم استابيديتي في الجيباية شكون المستثم الماليشي يقول في عام 2021 يستثمر مئة مليون دولار وهو ما يعنش الجيباية ليش نجمو يخلقو هالو وقتها في القانون المالية فهمت؟ دونك لازم هذو ما دي بيابا لازم نعتي فيزيبيتي نعتي استابيليتي ومن يجب أن الجيباية تكون اللي بيدو ديموكريسة كالسيفة هذه على ظهر المواطن ولا ظهر المؤسسة ولا ظهر الفياء اقتصادي لازم نقول كما بدان ما التطورة الجيباية تكون انتي راني عاليش تفعل الجيباية خطر بشتركة كونتر بارتي ونجب أن تتشجع بشتفعل الجيباية ونتفهم على الجيباية ندفعها مبعضنا باش هذيك انت تكون متشجع بشتفحها وانا باش رجحيلك سوفهم بانترانسفور بنية تحتية خدمات وانا بانترانسفور هل كما يقولون هل كونترات هذا جديد كونترات ايكوناميك ولا سوسيال كما يقول هل يجب ان نمشيه فيه وهذا يجب رئيس الجمهورية خلقوا ولازم كل واحد يعرف دوره الدولة تعرف دورها والمفاعل اقتصاد يعرف دوره اليوم مثلا فمشيتنا كبير القطاع الخاص تسمع القطاع الخاص تقولش عليك مانتها سبيت عبد اي قطاع الخاص USAR حاشنا به والقطاع الخاص والقطاع العام يتكاملوا مع بعضهم والعالم الكل يمشي هكا منجيش أنا فمتي فما كان القطاع العام والقطاع العام راهوا رزق البليك وفما قاعدة اقتصادية تقول لك لتائموا في الجستيونير الدولة تصنى القوانين الدولة تضمن الامن الدولة تلم الضرقب وتعوضوا توزيع الضرقب أما الدولة هي بدها بشتولي فاعلا اقتصادي أنت شركة الدخان أكثر من شركة الدخان التي هي الطبق والوقيت التي هي شركة عندها احتكار في المجال هذه وخاسرة وخاسرة لذلك يجب أن نرد بنا لغة القطاع العام والدولة الدولة عندها أدوار أساسية لكن القطاع الخاص والفعال الاقتصادي عندها دور لا تقلق على الصلح عفو جبائي لكن العفو جبائي يجب أن يكون مخدوم ليس كل مرة نرى عفو جبائي مرة من عملها بشطوية والصفحة وندخلوا معناتها في أخرى عفو جبائي وقت شعبنا هؤلاء عادوا عشرينة ثلاثة سنة نهاية الثمانينات نحكي لك الفكرة كل مرة تخرج فهمت وما تطبقش هل هو حل كفيل أن مشي تدخل فلوس لبلاد إذا بشتعملوا يجب أن تصلح الجبائي في نفس الوقت الجبائي متاعنا تلزك ساعة ساعة للمشتزك هي دون الصنص كما فهم حتى مواطن حتى موأس اقتصادية في الجبائي أمورها مريغ لا أصنبور سنبور 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 خاتر معقد الجبائي متاعنا سهل المنظومة الجبائية كبر لي في الصحن الجبائي عليش فيما ناس تخلصوا عنيش متخلوها ونس متخلصوا اش معضت نظام تقديري النظام تقديري فرفتيرها ويجو كعبيد يربحوا في برشة فلوس وربي يزيدهم يرمي لك 500 دينار مليون في العام هنا قليلا نقلص في نشين في تقليل صوح هذا هو لازم نقلص في الجين في الخطير نكبر في الصحن الجيبائي لازم ناس مدفع الجيبائي لازم تولي تدفع في الجيبائي ومجزا دا نحبطه على اللي يدفعوا ديجاء اللي يدفعوا ديجاء ونزيدوهم كل مرة هذيك لازم نبدلوا فهمتي معتها لبروش ووقتها فهمتي نصلحوا المنظومة الجيبائية ووقتها العفو الجيبائي يجي في وقته خاطر ندخلوا معتها في مرحلة جديدة ونجم يجيب فلوس للبلاد ويعمل نعاش أو انتعاش الاقتصاد العفو الجيبائي وعفو على الصرف يجيبوا فلوس وكنوا مش يسيروا هما في القانون هذيك لكن القانون هذيك شوهوه ببعض معتها الأحكام الأخرى اللي هي قريبا كمختصين اعتبرتوه قانون طبيض أموال فيه جانب طبيض أموال فيه جانب معتها بالقانون يوال يسمح لك بيض أموال دوق أنا مع العفو الجيبائي مع العفو على الصرف أنه فهمة ناس عندها حسابات لبره يا أخيك الفلوس هذيك عليش تقعد لبره دخلهم نعملوا بالعمل الصعب هنا فمحتى مشكل كونتون دوفيز معلتها أو كل مغرب وكل برجة ملدين عملوا كونتون دوفيز ونجموا راهوا نعملوها الحكاية هذيك البني فيسي ماك الكونتون دوفيزة داك يدفع خطايا على كل الفلوس تدخلهم فمتني وندخلوا معلتها في صفحة جديدة كنا أخر سؤال باش نختم به الوضع الاستثنائي هذا عنده نعكاس إيجابي ولا سلبي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد سلبي بنجمي يكون كان سلبي هو عنده أكل معنطها الرجال ولان أخرى كانت في الدقبل 25 جوليه دانك هنا مشين مرحلة جيدة هما متخلينيش أنا معتها فكل ضبابية مدة كبيرة يسر أعطيني عندنا عكاس علينا في الخارج أيضا يسير فما رنتري فما سبتمبر فما العالم دخل في الابري كريز فما برامج جدد فما لأوروب يحكي على الالغولوكاليزيزيون بشي حالوا يجيبوا صناعات كانت مستحقين كل شيء من الصين يحبوا يقربوهم البسامة تدغاني لازم نجموا نستنفعوا بالحكاية ذي ألفريك بلدان المنافسة شوفوا مصر شوفوا المغرب شقاعدين يخدموا دونك لحنا بيدنا لازمنا ندخل في ديناميكة دي يزينا مكل العوام متاع الخراب لكونا عايشينه هذي لازمها رؤية واضحة ولازم رئيس الجمهورية يكون زادة محاط ببعض المستشعين الاقتصاديين ويكون عنده سكونا بالانتشيخ باع يحضر له معتها المؤتمرات الدولية ولازم يكون متواجد عليش رئيس جمهورية ما يحضر لشروح يمشي لدافوس متاع جنفي 2022 ملتوى ويحضر معتها رؤية جديدة هذا الل يحشنا به في المدى القادم شكرا لك الخبير الاقتصادي والمالي معز الجهدي على كل هذه المعطيات ونقول لك شاء الله يومك سعيد نعايشيك يا حاطم احنا نتلقى وبإذن الله غدوء من 6 لتسعة عامة أصباحي لدلك الحين حاب نقول لكم بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم راكم انتم الرسمين لبلاد هدية واستحفظوا على بلادكم راكم ملك